اللهم اصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اصلي مرحبا بكم اليوم باش نحاضروا مع بعضنا مملحات بعجينة قطنية واقتصادية وتنجموا تعملوا حشو اي حشو متوفر عندكم لحقيقة الوصفة هذية نشكر عليها متتبعة عندي في القناة وصديقتي صديقتي هاجر قلها يعطيك الصحة يا هاجورة على الوصفة اللي عطيتها لي عندي 500 جرام فارينة باش نضيف عليهم غرفة ملح باش نضيف عليهم نص باكو خميرة الخميرة كما تشوفوا هنا حتيتها في الما دافي وضفت عليها مغرفة سكر ونحركها حتى تضعف الخميرة متعي نحبكم تعتمدوا لاستيس هذية هكا في الخميرة نتصور اغلب الناس يعني يعرفوها باش الخميرة متعك تبدأ معانتها نيجح هنقولوا احنا صالحة للاستعمال وزيت بنفس الوقت تتسرع عملية التخمير متع الخميرة باش اغلبت هنا خمسة مغرف زيت زيتوناء نحرك وندخل هذيك الزيت في وسط الفارينة انا هنا نحطيقها باش ندخل يدي يدخل يدي المغرفة شهي لازم يعني الوحدي يخدم بيدو كما تعرفوا لازم معانتها تبدي نظيفها بيتبيعة ونخدمه الخدمة بيدنا معانيا باش تكون الحاجه ديما ملموسه احسن يعني المغرفة كفيش في معانتها اكهاه اه الهنا حاطيت بس بس هذيك الفارينة والزيت والملح بالبيه بالبيه ام لطن الي قعدت تفعله حفرت حفرة في الوسط و تنضيف في غذيك الكفرين نحركها لقيتها مزيلت شوية خليتها تزيد شوية تزيد معانيتها تدفع لشوية و ننضيف الماء والخميرة و نعجن كما تعرفوا يعني عندكم ميزينكم بالنسبة لل الماء هنا هناله عندي مياتين ميليلتر الزت يعني الفارينة ما شاء الله تشرب تقريبا نأخذيلي 300ميليلتر ماء احنا نعجل ونضيفه في الماء بشوية بشوية عيننا مزيننا معنها بش حتى نتحصله على باتطرية وتكون لينة في نفس الوقت بش جينا العجينة متعنا قطنية وهشوشة ستكوني راهو ما شاء الله يعني جيتني روعة روعة هذيك البات و يعني عجينة قطنية نقعد نعجل ونضيف الماء بشوية 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 ديفي كما تشوفو هكا كل مرة نزيد شوية ماء ونعجل حتي تعالى تلونت ترافايتا و باش نخدمها بالبهي حتى ليني ترطاب العجينة وتوليلي لين نزيد بشوية بشوية مزيدوش باليسر باش متولينيش العجينة جيريا لهنا هكين قاد نخدمها شوية تقريبا خمسة ولا ستة دقائق ونزيد في الماء بشوية بشوية حتى لينتحصلت على التكستير اللي حاشتي بها بطبيعة المتاع العجينة تولينا البات مرخوفة هكا في نفس الوقت ما هيش تتلصق في اليد يعني باش من بعديك عليش تجينا البات متاعنا قطنيا من بعدك نطيبوها ولا هيكم المملحات يجيونا بنين وخفيف معانتها لازم نعملوا العجينة متاعنا رخوة شوية بطرية ومتتلصقش هكا نقعد نعجم فيها ومن بعديك باش نحطها في البول نغطيها بالبابي سولوفان ونخليها تخمر بطبيعة انا راني تقص بارد جدا كيما تعرفوا حتيتها في مكان ديفي بالباهي بالباهي باش في ساعة فعلة معي وفي ساعة خمرت ويلزمنا نحطوها في مكان ديفي على خاطر بصراحة الدنيا ياسر باردة على الاخر حتيتها في البول باش نغطيها ونخليها تخمر كيما قطل لكم لازم تحتفظوا بها في مكان ديفي باش في ساعة سرعنا عملت الاختمار متاعنا نتعديو للحشوة عندي راس بصل احمر عندي ثلاثة سنينات ثوم وعندي زر متاع الجيش باش نرحيم في الهشوار الكل باش نفروم يعني انا الجيش زر متاع الجيش باش نعملو مفروم باش نرحي في الهشوار ومن بعديك نحطو ومن بعد نكمل نرحي البصل والثوق كيما تشوفوا لهذا طريقة سهلة وبسيطة مرحبا بكم الناس جدد اللي يضافوا في قناتي نقول لكم اه مرحبا بكم والناس اللي قدم زيدة كيف كيف نورتوني شرفتوني في القناة ومرسلي عليكم على كومنتراتكم لحلوين وعلى تشجيعاتكم وزيدة على جنود الخفاء اللي هم يحطوا لي لايك ومش تركين عندي لكن ما يحطوا ليش كومنتر نتمنى باش نعرف نعرف شكون اتباع فيه معنى رحيت اله رحيت الزر متاع الجيش حاطيتوا على الجنب وطوي باش نرحي البصل والثوم كيف كيف وحتى حضرت الكاثرونة متاعي وحضرت شوية زيت زيتونة انه هذي ماء البصل والثوم والزدر متاع الجيش طيبتهم منهم فيهم يعني لازفت لهم ماء لحتى شهير لو تشوفوا القديم كيفاش طيبتهم ويجينا جينا الحشوة بنينا بطبيع انتم ما تعملوا اي حشوة متوفرة عندكم الحمى فروم سكالوب عندها تن كل واحده بتبيع والمتوفر عنده اينا اليوم متوفر عندي شوية الزر متاع الجيش حبيت نعمل به هذي ماء المملحات متاع كي ما تشوفوا لهنا هذو ما هكا البصل كملت سي رحيته وكي ما قدت لكم باش نحط الكاثرونة على الجاز ونصب شوية زيت ونبعدي نكمل نحط البقي المكونات ونفوحهم بالطبيعة شوية كركم شوية ملح شوية تابلو كروية انتم ما بتبعه تعملوا شوية فلفل اسود بتبعه كل واحده يفوح تجيش حسب اللي يحب يعني انا بالطبيعة انا بالنسبة للي انا انا فوحتهم هكي تنجموا تزيدو زيتا تنجموا تزيدو معنيتها قفح الجيش تنجموا تزيدو كما تنجموا تزيدو شوي احباق انا هكا حبيت اللي اختصرت معنيتها في هذو ما الاربع فحات هذو ما هكا تابلو كروية كركم فلفل اسود وملح بس جيت الحشوة بنينا وهكا هو يعني انا حبيت معنتها وصفة اا اا اقتصادية ومهيش مكلفة في نفس الوقت يعني نحرك هذوكا الكل مع بعضهم دخل الفحات في وسط الجيج والبصال والثوم ونغطيهم ونخليهم تسلى سلى حتى يتيبوا حتى لين يقرر زميهم وقرر زيتهم وطابوا بالبيه ذيك الحشو ونشوف من الزيت نرجع للعجينة ونجبت العجينة متى كما تشوفوا هنا شوفوا ما شاء الله عجيجة 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 قطنية خمرت كما تشوفوا هنا مش اللمت هنا الحقيقة كما نقول لكم قد نقول لكم رايي الدنيا بيردة بيردة على الأخر هنا نخدم فيها وهي تشعت يعني العجينة قسمت على زوز غطيت اشتر وخليه تشتر لاخر نخدم فيه على خاطر كما قطي لكم الدنيا بيردة برشا والعجينة متى تشعت يعني تعمل لنا هذي كالقشرة قولوا احنا تشعت يعني تعمل لنا هذي كالقشرة ملفوق لونك لهنا خليت شتر وشتر لاخر غطيتو وخليتو على جنب ما شاء الله هي تلموم معنيتها خامرة وكل رايي جيت ما شاء الله في التخمير انا عندي استيستو بش نوري هي لكم لكن هي لزمها شوية وصعبة لهذه الحشو كما تشوفوا حتيتو طاب وكل شيء حتيتو في الصحفة قدامي وطوي باش نبدأ نقسم لك عيبرات الانقسم لعجينة متى عيبرات ونقعد ان انشكلهم بتبع انتو ما تشكلوا اي اي شكل تحبوا عليه انا خليت القطاع هذي لحقيقة شفت الشكل عجبني برشا لكن لكن يعني انا لحقيقة مشيتش معايا برشا يلزمها انا البات متاعي سوبل برشا هي يلزمها خدمة متاع بات تكون كاس حشوية يعني باش كي تنزل عليها وبعضيك تجي تهزها ما تهزش معاك احنا التلمو اللي البات متاعنا ما شاء الله يعني سوبل على الاخر كي حطيتها في وسط القشارة هذي القطاع متاع البطاطا ما اعطتش الشكل اللي نحب عليه انا عدتا نحاول قلت ما نشي مأيس حاصيلو نعملت الفارينة فوقي ذيك القطاع قلت لازم نوصل للشكل اللي انا شفته حاصيلو في الاخر بعد معانيت معانيت وين نجرب ونحط يعني نحط يعني نحط مقلت اي برا كين جمشيت ولا جيت حاصيلو في الاخر نجحت في الاربع ولا خمسة كعبيت التويلة كهو مش كم كي ما انحب انا لكن صبا يعني صبا عطاني الشكل والشكل اللي حبيت عليك كي ما قلت لكم لازمها الطريقي هذي لازمها البات تكون يبسا من عرشينا لشنو عملوها الباتييكا الباتييبسا اكا هاو اينا اللي هنا تو كما شكلتهم وما ايستش يعني هقد ما نقول نحاول اي تنقول الكعب عالية توجيني معانيتها مزينا هكا فيها الخوطوط كي ما نحب اينا توما بتبع ما تتبعونيش يعني عملو عملو معانيتها الشكل اللي تحبوها لي تحلو الكعيبة بالقلقال وتحطوا الحشو وتسكروها مثلثات مكعبات معينات خبيزات بالطبع انتوما وش تحبو يعني فهمتوا كيفاشا المهم انا لهنا حبيت يعني حبيت يعني نوصل هذي كالشكل ما ايستش في اللخر بالكل بايش بديت يعني بايش بديت ناخو الفورما شوية هكا تاخو الفورما حاليتها شوية على اللول بالقلقال ومم بقلت بايش نعاونها شوية يعني فهمتوا المهم هذي هكا توا الشكليني هئين تيانا حصلوا نودكم ونشهيكم اكملت مهمة في اللخر اوكا فما كعيبيت هكا معانيتها نجحوا في كي ما تشوفوا لهنا نجحوا في الشكل عندي انا قاعدة نخدم فيهم وقاعدين هما معانيتها يختمروا ما خليتهمش يختمروا برشا عندي اصفر متاع بايضة وزفت عليه شوية حليب وطوي باش ندهن بيها ملفوق خذيت البنسو بش ندهن به ذو كالك عيبيت المملحات متاعنا ملفوق من بعدي كفا ما كعيبيت عملت عليهم اوريغانو وإلا حبقوا انتم بتبيعة تعملوا اللي اللي تحبوا عليه سينوج ولا جلجلين ولا اي حاجة تحبوا عليه انا حبيتهم هكا يقعدوا مش الكل معانيتها مزينين زين تكون شي شوية بركاء بالشوية اوريغانو ملفوق حتيتم في الفور يسخن على مئتين وعشرين درجة بطبيعة الفور متاعي سخنتهم من القبل هما راهم مختمرين تاويك زاد الضعف الحاجم متاحهم ولهنا كما قدتلكم هذيك الوريغانو هكا من الفوق ودخلتم للفور اي تيبو وهيذو ما هكا لخبيزية متاعي انا شفتوا هذيك الشكل ما نجينيش بعد ما زاد خمر ما انت مظهرش بالبيه بالبيه كما حبيت اينا هكا هاو المهم اعطيني النتيجة متاع العجينة ما شاء الله قطنية والبات ما شاء الله هذو ما هكا توخرجهم من الفور انودكم ومنشاهيكم كانوا كعيبيت يشره و هذو ما هكا المملحات متانة ان شاء الله جربوهم يعجبوكم خليولي كومنترات وخليولي ليكات وخليولي تشجيعاتكم وشوفوا ما شاء الله ذيك الخفة والبنة جربوهم وما تندموش استنيوني في فيديو جديد ووصفة جديدة وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة